توقع أنقرة تعهدات وتشارك في اتفاقيات كلها في الظاهر لضمان وقف التصعيد في سوريا فيما تصاعد بالوقت نفسه من جهودها في تعزيز نفوذها في سوريا رتلون تركي جديد من الآليات يدخل الأراضي السورية آتياً من تركيا وفقاً للمرصد السوري نحو أربعين دبابة وعربة مصفحة ومواد لوجستية دخلت من معبر كفر لوسين شمال أدلب القافلة توجهت إلى ما يسمى بمنطقة أردوغان بوتن في ريف أدلب الجنوبي وجبل الزاوية شمال غرب البلد وبهذا الدعم التركي الجديد يبلغ إجمال الآليات العسكرية التركية إلى سوريا منذ وقف إطلاق النار الأخير في مارس المنصرم خمسة ألاف ومائتين وثمانين آلية وآلاف الجنود الأتراك فيما يرتفع عدد الآليات والشاحنات التركية الواصلة لمنطقة خفض التصعيد منذ الثاني من فبراير 2020 وحتى وقتنا الحالي إلى أكثر من ثمانية ألاف وستمائة وخمسة عشرة آلية تركية عسكرية وفي الفترة ذاتها بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في حلب وإدلب أكثر من أحد عشر ألف جندياً تركيا ولتركيا أكثر من اثنتين عشرة نقطة مراقبة في مناطق متعددة من حلب وإدلب وحمى وأيضاً في جبل الترك من شمال اللذيقية وفي مناطق حدودية بريف الحسكة وتستخدم تركيا دائماً نفس المبرر في كل تحركاتها الرامية للتوسع وبسط النفوذ وهي الحفاظ على أمنها القومي وسلامتها فيما بات جلياً سعيها الدؤوب لتوسيع سلطاتها سواء في سوريا أو غيرها من دول المنطقة ترجمة نانسي قنقر